هل في بقى شروط معينة لازم تكون متوفرة في الشركة اللي هتكون مسؤولة عن عملية الاستثمار؟ بالتأكيد لا هي شركة تكون شركة مؤسسة وفقا لأحكام النظام المصري وتكون شركة معدة ويكون لها رأس مال ويكون لها إدارة يعني كيان قانوني يعني موجود له حياة في المجتمع المصري مش لازم يكون شركة معينة أو مسمى معين يعني مش لازم يشترطوا أنها تكون شركة مساهمة أو شركة تضامن ما هو الحكومة عملت ما يسمى بشركة الشخص الواحد لما كانت الناس بيقولك أنا معمعيش حد شريك وأنا لو رحت لحد شريك هيحصل فيه مشاكل بيننا وبين بعضنا البعض فالحكومة حلت هذا الأمر عملت ما يسمى بشركة الشخص الواحد يعني أنت كمواطن بسيط جدا حابب أن أنت تأسس شركة الحكومة سمحت بإنشاء ما يسمى بشركة شخص الواحد فهي لهذه الشركة عشان هي فيها شخص واحد مش يبقى مسموح بيها أنها تضارف البورسة أو تخش في الصندوق اللي لها طبع لأنها كيان ولها حياة في المجتمع ويعني أعتقد أن الحياة القانونية للشركات كلها بيحصل فيها نوع من التعدلات والتبديلات والهاية العمل للرقابة المالية والاتحاد العمل للغرفة التجارية دائما بيراقبوا على هذه الشركات وأي اجتماع يعني لو فيه اجتماع جامعية عمومية بيعلنوا بالاتحاد العمل للغرفة التجارية والسجيل التجاري وبعض الجهزة المعاونة لهاية الرقابة المالية يمكن احنا شرحنا شوية دكتور فكرة لو عايز تشتري يعني وصائق أو تستثمر في الصندوق تروح للشركة طيب لو عايز أبيع هبيع إزاي وعلى أنهي سعر وهل وارد أن أنا مش لازم أبيع لو عايز أسترد ممكن أخد دهب وله أخد فلوس يعني النقطة دي برضو مهمة الفكرة كلها أنه زي ما أنت اشتريتي هيتم عملية البيع يعني النهاردة أنت لجأت الشركة كمواطن بسيط جدا لجأت الشركة واشتريتي عدد معين وجيتي في توقيت معين حسيت أنها مش الرمح بتاع حضراتك وايس جدا محترم جدا فالنهاردة قرار الشراء أيضا محدد لحضراتك هل في هذا التوقيت ولا ممكن تأجلي فالشركة بتعرض على حضراتك تقولك أنت أبنبيع طب أنت حضراتك أنت مستقرة على هذا السعر نفس النمط اللي بيحصل فيه الأسهم فيه البورصة الشركة بتبلغ حضراتك بتقولك أن احنا وصلنا سعر السهم مبلغ كذا حضراتك هتبيعي ولا نخش في عملية شراء أخرى لكن المعلومات اللي خرجت يا دكتور أن في أول ثلاث سنين تقدر تسترد لكن فلوس بعد كده تقدر أن أنت تاخد دهب وهو حاليا لأنه المخزون الخاص بالصندوق مش محدد الملامح وعلى فكر لو حصل نوع من الاكتتاب الكبير جدا ولقوا فيه إقبال بشكل كبير جدا ممكن يحصل السرداد أيضا للوعاء نفسه لأن دي حرية أصلا خاصة بي أنا اشتريت بفلوسي ممكن أسترد فلوس وممكن أسترد زهب بس ده لما يحصل نوع من زي ما بنقوله كده يحصل نوع من الثقة في عملية التبادل يعني خلاص أصبح المواطن النهاردة والصندوق والشركات اللي هي الوسيطة فيه نوع من الخط السر اللي هو الثقة في عملية التداول لكن طول ما أنا ما فيش عملية إقبال كبيرة والصندوق ما حصلوش لوعاء اللي حاولوا الطمأنة فطبيعي جدا أنه هو هيحصل له السرداد في المبلغ فقط موسيقى موسيقى